كما كانت نبض هذه الأمة على مدى قرنين من الزمن حتى ولو كنا نواجه جائحة صوت أكبر عدد من الأمريكيين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية 150 مليون شخص صوتوا أعتقد أن هذا استثنائي وإذا ما كان لديكم شكوكاً يجب أن تتبدد هذا الشكوك فإن هذه الروح حية في الولايات المتحدة الأمريكية هنا الشعب يحكم فالسلطة تأتي من الشعب والشعب هو من يقرر من سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشعب وحده واليوم وبعد ليلة طويلة من التعداد والفرز من الواضح أننا قد فزنا بالعديد من الولايات ونحن بحاجة إلى 270 صوت أنا لست هنا لكي أعلن أنني الفائز ولكنني سأعلن ذلك عندما ينتهي فرز وتعداد الأصوات ولقد فزنا بويسكونسن ب120 ألف صوت وهذا هو الهامش الذي فاز فيه دونالد ترامب منذ أربع سنوات في ميشيغن نتفوق ب35 ألف صوت ويزداد هذا الفرق وهذا أكبر مما فاز به دونالد ترامب 2016 سوف ينتهي تعداد الأصوات في ميشيغن اليوم وأنا لدي شعور جيد جدا فيما يتعلق ببنسلفينيا والأصوات التي يتم تعدادها ويستمر تعدادها قد وصلت بالبريد و78% من الأصوات في بنسلفينيا وصلت بالبريد لقد تمكننا من تحويل لون أريزونا ونبراسكا ولقد فزنا بمعظم أصوات الشعب الأمريكي وكل المؤشرات تدل على أننا سنفوز بالتصويت الشعب والمؤشرات تدل على أن الأمور تجري بشكل جيد وأنا وسيناتور هاريس على طريق الفوز بأكبر عدد الأصوات التي يفوز بها الرئيس أمريكي بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ونائب رئيس فخلال الحملات الرئاسية الثلاثة الماضية عندما ستنتهي هذه الانتخابات سنكون قد فزنا بولاية جديدة هذه الحملة كانت طويلة وخلال وقت صعب بالنسبة للشعب الأمريكي ولبلدنا لقد عشنا الإقفال وجائحة كورونا وبعد انتهاء هذه الانتخابات سيكون الوقت مناسبا لكي نفعله نفعل ما يجب أن نفعله كأمريكيين أن نضع كل شيء وراءنا والحملات الانتخابية وراءنا أن نستمع إلى بعضنا البعض مجددا ونحترم بعضنا البعض ونقدم العناية لبعضنا البعض كي نجتمع ونتوحد كأمة واحدة هذا لن يكون سهلا وأنا لست بسيطا وأنتم لستم بسطاء أنا أعرف أن هناك اختلاف كبير في وجهات النظر وحول مواضيع كثيرة ولكنني أعرف أيضا أنه من أجل تحقيق تقدم لابد من أن نعامل من يقفون في وجهنا ليس كأعداء بل ما يجمعنا كأمريكيين اليوم هو أكبر بكثير مما يفرقنا وبالتالي دعوني أكون واضحا نحن نخوض حملتنا كديمقراطيين وأنا كديمقراطي ولكنني سأحكم كرئيسا أمريكي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية فالرئاسة ليست مؤسسة حزبية هو مقعد واحد يمثل الجميع في الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يتطلب اهتماما واحتحملا للمسؤوليات تجاه كل الأمريكيين وهذا ما سأفعله بالتحديد سوف أعمل بكد من أجل من صوت لمصلحتي ومن صوت ضدي اليوم كل صوت يهمنا كل صوت جزء من هذه الديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية قطعت شوطا كبيرا وخضت معارك كثيرة كي تسمح لذلك بأن يحصل نحن الشعب لن نصمت لن يتم إسكاتنا لن نتعرض للتنمر نحن الشعب لن نستسلم أصدقائي أنا واثق من أننا سوف نخرج منتصرين ولكن هذا الانتصار لن يكون انتصاري وحدي وهو انتصار للشعب الأمريكي للديمقراطية للولايات المتحدة الأمريكية ولن يكون هناك فرق بين الولايات بل ستكون الولايات المتحدة الأمريكية ليبارككم الله وليبارك الولايات المتحدة الأمريكية شكرا